وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وحدات وهدايات في قصص القرآن الكريم ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به علي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة وآية والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات نستعرض في هذه الحلقة موقفاً عظيماً حصل لنبي من أنبياء الله إنه داود عليه السلام الذي كان معروفاً بالعبادة كثرة العبادة وطول التسبيح وطول الذكر حصل له موقف عظيم وجاء في ثناياه توجيهات وتوجيهات ربانية ولنا ويجب علينا الحقيقة أن تكون لنا معها وقفات وتأملات إنه ذلك الموقف العظيم مع الخصمين الذين تسور عليه المحراب وقد جاء بيان ذلك في سورة صاد نستمع لهذه الآيات الكريمات من أخينا الشيخ الفاضل إبراهيم بن راشد الفشني الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بارك الله بك الله ومشاء الله قراءة خاشعة ومؤثرة الحقيقة أن هذه القصة تحكي لنا هذا الموقف العظيم الذي حصل لداود عليه السلام كما قلت في البداية الأنبياء والرسل وهكذا يجب أن يكون العلماء والدعاة بل المسلمون عموما أن يكونوا أهل عبادة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ما قالوا الله تسوروا تجارة دخلوا عليه وهو في تجارة ولا في بيع ولا في شراء لا أبدا وهو في محرابه في قصة زكريا عليه السلام فندته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب سبحان الله يعني أهل العلم وأهل الديانة والصلاح أهل العبادة ولذلك بعض الناس يحاول أن يفرق بين العلم والعبادة وهذا غير صحيح العلماء هم العباد العلماء هم أهل الورع وأهل خشية الله تبارك وتعالى المهم في أسلوب القرآن هنا تشويق كما يقول البلاغيون بالاستفهام هنا وهل أتاك نبأ الخصم؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور محراب فدائما الاستفهام وعرضه بهذه الصيغة يفيد الحقيقة التشويق وهل أتاك ما هو نبأهم؟ ما خبرهم؟ ما قصه الله عز وجل علينا في هذه الآيات الكريمة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ هذا ثنان خصمان يتخاصمون واحد عنده تسعة وتسعين نعجة واحدة عنده نعجة واحدة فقال أكفينيها وعزني في الخطاب فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة يعني كيف يطلب منك نعجة واحدة تضم إلى تسعة وتسعين نعجة قال المفسرون العتاب هنا لداود عليه السلام لأنه تكلم يعني أعطى الحكم ولم يسمع من الشخص الآخر وهل لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة فداود عليه السلام ثم بعد ذلك بين وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فعلم داود عليه السلام أنه أخطأ وأنه تعجل في إصدار الحكم قبل أن يسمع كلام الطرف الآخر وما كان منه إلا أنبادر وأناب وتاب إلى الله عز وجل وسجد لله تبارك وتعالى هنا الحقيقة يعني مسائل يشتهر في بعض كتب التفسير لا أقول يشتهر لكن قليل لحقيقة في بعض الكتب وعند العوام إسرائيليات باطلة وكاذبة ولا تليق بمقام داود عليه السلام ولا بمقام الأنبياء والرسل فهم يقولون أن داود عليه السلام كان رجلا مزواجا وكان يحب النساء سواء زواج أو ملكمين أو الله أعلم المهم يقولون فكان عنده تسعة وتسعين امرأة وأنه أعجبته زوجة أحد الجنود فقال لرئيس الجيش إذا دخلتم المعركة فاجعل هذا الجندي في أول المعركة حتى يقتل ويأخذ زوجته ويتزوجها يعني يقولون فكأن النعاج وما النعاج هي النساء وهذا في التلميح إلى داود انتبه أنك أخطأته وهذا كلام باطل وقبيح لا يليق بمقام داود عليه السلام ولا بمقام الأنبياء والرسل كيف يقال أن يريد أن يقتل واحد من الجنود من أجل أن يتزوج زوجته هذا كلام باطل وهذا من الإسرائيليات الموضوعة الباطلة السيئة التي لا نقبلها ولا نقرها بل ننزح مقام الأنبياء والرسل عن مثل هذا الكلام المهم يعني في قصته سبحان الله جمل عظيمة في هذه القصة تستحق التوقف يقول هنا وإن كثيرا من الخلاطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عن الصلاة وسبحان الله صدق صدق الله عز وجل أن كثير من الشركات الآن لا تحصل بالناس دائما يصير فيها أخطاء يصير فيها مشاكل ودائما يصير في النهاية شكاوة وتصل محاكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلوا معهم أين من يخاف الله عز وجل إذا كان مع شريك له فلا يبغي عليه ولا يأكل حقه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيع قال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركته بيعهما نص الله العافية فهنا الذي أقصده سبحان الله يعني وهذا ما قصد فعلم داود عليه السلام أنه أخطأ في مثل هذا المقام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وهكذا يجب على المؤمن إذا أخطأ إذا زل أن يستغفر الله عز وجل أستغفر الله وآتوه النبي سلام كان يستغفر الله في اليوم سبعين مرة في بعض الولايات مئة مرة وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنحن أولى أن نستغفر الله وأن نتبه الله وأن الإنسان متى ما وقع في الخطأ خلاص يقلع يقلع عن الذنب في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ومن يغفر الذنوب وذلك يقول ابن القيم رحمه الله إقامة العبد على الذنب وهو يدعي التوبة توبته مغشوشة لأن الإنسان إذا كنت تريد أن تتوب إلى الله فأقلع عن ذنبك أقبل على الله تبارك وتعالى خرى راكعا وأناب خلاص أناب إلى الله عز وجل استغفر الله عز وجل وخرى وأناب وتاب وكل شيء فعله لما أحس أنه تعجل في إصطر هذا الحكم ولم يسمع من الطرف الآخر ولذلك هذه سجدة العلماء اختلفوا فيها هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر الحقيقة الراجع عند أهل العلم أنها سجدة تلاوة وبعض أهل العلم يرى أنها سجدة شكر ولا يسجد عندها لكن الراجح عندما نقول الراجح ما أن المسألة فيها خلاف ونحن نحترم يعني قول الآخرين ممن يرون الرأي الآخر لكن الراجح كما قلت أنها سجدة تلاوة فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن ما شوف التعبير بالفاء كما يقول العلماء الفاء للدلالة على الترتيب والتعقيب يعني أن الله عز وجل غفر له مباشر وهذا يدل على مقامه الكريم ورفعة منزلة عند الله تبارك وتعالى وإن له عندنا لزلفة منزلة ومرتبة علية وحسن مآب مرجع عظيم ثم بعد ذلك يوجه جاء التوجيه العظيم لداود عليه السلام وللناس جميعا يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله أكبر الهوى هوى يضل صاحبه ويحيد بها عن قبول الحق ولذلك الله جل وعلا عدّ الهوى إلهاً يُعبد من دونه أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هوى أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا فالهوى نص الله العافية عندما الإنسان يتبع هوى في الحكم على الناس في تعامله مع زوجته في تعامله مع أولاده في تعامله مع الناس في الأخذ والعطاء في البيع والشراء في كل شيء هذا الهوى يرد الإنسان وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم نص الله العافية ولا شك أن اتباع الهوى يضل الإنسان عن سبيل الله يجعل الإنسان أعوذ بالله يتخبط ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول أخ إنما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل قال أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة صلى الله العافية إذا وقع الإنسان في الهوى وفي طول الأمل ضاع عليه خير الدنيا لأنه في الدنيا يعني كما اتباع الهوى يصد عن الحق لا يقبل الإنسان لا نصيحة لا أمر بالمعروف لا نهي عن منكر لا شيء من ذلك وإن طال أمله في الدنيا أيضا نسي الآخرة ولم يعمل لها فلا شك الحقيقة أن اتباع الهوى له مضار وله مساوئ وله آثار ولذلك يجب الحقيقة أن نحذر من اتباع الهوى وأن أنفسنا إذا أرادت أن تنحو مع الهوى وما تهواه الأنفس وما تشتهيه من حضوض الدنيا المحرمة أو قد تحرف الإنسان قبل الحق أن يقف وأن يتقي الله عز وجل وأن يكثر من دعاء الله ومن اللجع إليه اللهم إني أعوذ بك من منكرات وذلك ثبت عنه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وأيضا ندعو الله عز وجل دائما ربنا لا تسل قلوبنا بعد إن هديكنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هذا والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر